يا مساء الانوار على حضراتكم جميعا اهلا وسهلا افريقيا يا مساء الانوار افريقيا هتوحشين جدا جدا افريقيا شرفت مصر كلكم لاعبين واجهزة وجماهير وقيادات ورؤساء ووزراء من كل الاطياف الحياة استقبلنا هنا في مصر الجميلة كارنفال افريقي رائع عشنا معاه حلم جميل لمدة تقريبا شهر كامل حقيقة اسعدتونا وفرحتونا جدا 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 ومصر نورت بيكم جميعا بدون استثناء افريقيا من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها كانت ضيفا عزيزا على مصرنا الجميلة استمتعنا بيكم وزي ما انتو قلتو في كل المجالات ايضا انتم استمتعتم هنا في مصر حسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن الاقامة وكل شيء الحقيقة الحمد لله انتو اتكلمتوا عنه بانفسكم وكنتم سعداء واحنا كنا سعداء بسعادتكم وسعداء ايضا بوجودكم وتشرفكم النهاردة طبعا مليون مبروك للمنتخب الجزائري الشقيق وهارد لك للمنتخب السنغالي ايضا الشقيق مباراة كانت عصيبة للغاية مباراة كانت معلبة تماما مباراة كانت صعبة المراس على المنتخبين لكن احيانا تكون هذه سمة المباريات النهائية جانب العصبي الحرص الشديد على نظافة الشباك حتى لا يتعرض الفريق الذي يمنى مربع بهدف لمحاولات التعويض والجوانب العصبية عندما تمر الاوقات والدقائق حقيقة كانت مباراة لم تكن مباراة ممتعة من الجانب الفني ولكنها في النهاية هي مباراة نهائية استحق فيها المنتخب الجزائري ان يصل اليها واستحق ايضا المنتخب السنغالي ان يصل اليها هما افضل منتخبين على الاطلاق ومن ثم كانت هذه البطولة عادلة كثيرا من الاوقات لا تكون كرة القدم عادلة ولكن هذه المرة كانت البطولة عادلة جدا بوصول الجزائر وبوصول السنغال المباراة النهائية زي ما قلت هي مباراة عصبية جدا 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 استطاع فيها بغداد بونجاح المهاجم الرائع الحقيقة ان يحرز هدف في الديئة ايه ده انا بقول لي يعني مفيش ده معددش دقيقة يمكن او دقيقة او حاجة بسيطة جدا يعني في الثانية تمانين زي ما قالوا لي يحرز هدف مبكر للغاية وربما هذا الهدف المبكر اللي ادى الى ان تكون المباراة مغلقة من كل الجوانب ربما لو صارت المباراة قليلا دون احراز اهداف كان كل فريق هيحاول يصنع كرة حلوة يصنع كرة هجومية يصنع جمل تيكتيكية ولكن الهدف المبكر فرض على هذه المباراة ان تكون على هذا النمط ولم يستطع فريق السنغال ان يعود على الاطلاق الشوط الاول لم يتهدد مرمى السنغال او الجزائر اطلاقا باستثناء هذه الكرة الشوط التاني محاولات ولكنها محاولات كلها بعيدة كل البعد ربما كرة وحيدة للسنغال طلعت فوق المقص اليمين لكن في معادة هذا لم تكن هناك هجمات حقيقية من هنا او من هناك وفي النهاية فرح الجزائر وفرح شعب الجزائر اللي بنبرك لهم من كل قلبنا وتحياتنا هنا من نايل سبورت ومن افريقيا يا مسانوار لاصدقائنا اللي بتفرجوا عليها دلوقتي في الجزائر مليون مبروك عليكم جميعا الف 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 مبروك بعد 29 عام مرة تانية الصحراء ومحاربي الصحراء يعودوا من بعيد الى هذه البطولة وهذه المرة خارج الضيار مرة الاولى زي ما كلنا عارفين 1990 كانت داخل الديار في الجزائر اما هذه المرة فطعمها مختلف لانها جاءت خارج الديار وكانوا يستحقون هذا تماما